أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة تانية ولساً مكملين معاكم فقرات صباح الخير يا مصر من شرم الشيخ إحنا زي ما كنا بنتكلم مع حضراتكم منتدى شباب شرم الشيخ في دورته الرابعة بالأمس كان في جلسة هامة جداً هي جلسة محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي وكان فيه شباب من مختلف دول العالم بيمثلوا دولهم وبيلقوا كلمات وبيتحدثوا ويتشوروا في أمور عدة في هذه المحاكاة إحنا النهاردة بيشرفنا في الستوديو أو في ستب صباح الخير يا مصر الموجود مع حضراتكم في شرم الشيخ من بداية التغطية الخاصة بالمنتدى بيشرفنا الأستاذة نور المسارعي الممثلة لدولة فلسطين الحبيبة في المحاكاة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان الدولي والتي انعقدت بالأمس نورهان أهلاً وسهلاً بيكي أهلاً بيكي شرفت مصر تسلم أنا تشرفت بوجودي بمصر يعني دايماً مصر حاضنة الجميع ودايماً يعني فتحة إيديه لأي حدا بيجي فهذا شرف لإذن أنه نحن نكون متواجدين بهذا الحدث العالم الكبير شرف لإذن في البداية عايز أعرف منك إزاي تم التنصيق لحضورك يعني بداية التفكير والدعوة احكي لنا الكواليس أولاً أول ما ننزل تسجيل على الانترنت أدمنا بس أنا اخترت يعني بيكون فيه اختيارات للتقديم فقدمت في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان طبعاً فيه عبينا البيانات وهيك وبعدها بفترة بعتوا لنا مساج انترفيو وتمت المقابلة بالانترفيو على زوم من بعدها بفترة إجت رسالة القبول أنه نيجي على المنتدى كان حضور فقط رسالة القبول لا قبول محاكاة محاكاة أنت قدمتي من الأول على المحاكاة من أول قدمت كمحاكاة مش كحضور أنت اللي اخترتي أنا اللي اخترت فيه كذا اختيار فأنا اخترت هذا الاختيار فبعدها لما وصلنا نحنا جينا بدري قبل المنتدى بكم يوم كان كل يوم فيه تدريبات يعني من الصباح للمساء تدريبات عن مجلس حقوق الإنسان تعرفية أكتر كيف نكتب السبيتش كيف يعني ما يعقد فعليا في جينيف في مجلس حقوق الإنسان نطبقوا فعلا هنا على أرض الواقع طيب نرهاني يمكن الحقيقة خلال الجلسة أمس نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان فلسطين كان لها وود وحضور لافت للنظر من خلال كلمة ليكي كلمين عن هذه الكلمة وكلمين كمان عن فكرة أنك تتدربوا دايما على مدار أيام عشان تبقوا عارفين ومهيئين لكل ما يحدث في مجلس حقوق الإنسان بالفعل في جناف كلمين عن هذه النقطة للاحظة مبارح أنه كيف كل دولة تحكي كلمتها يعني نحن أصلا الأعضاء 47 دولة غير الأعضاء المراقبين غير المنظمات فكل واحد كان بيعرض بمنظور دولته الحقوقي يعني أنا بفلسطين عارضت بوجهة نظر فلسطين أنه جائحة كورونا كانت صعبة للغاية على فلسطين بالذات لأنه نحن كان عندنا ظروف صعبة بالاحتلال مع الكورونا فكان الوضع كارثي وبعدها حكيت في كلمتي عن اللاجئين كيف برضو كانوا هم الضحايا الأبرز لهذه الجائحة وأنه يعني بطالب أنه الدول الأعضاء في المجلس المحاكا دعم اللاجئين الفلسطينيين بموجب القانون الدولي أنهم سكاننا أصلينا محميين في أي ظرف فلازم نكون كلنا متساويين بالصحة فهذا هو اللي طلعنا منه في المحاكاة أنه كل الدول كل الشعوب في أي منطقة أيا كان كلنا متساويون بالصحة طيب نرهان أنت مبارح في حديثك أو في كلمة ممثلة فلسطين بالمجلس تحدثتي عن منظمة الأنروا وللأسف الفترة الأخيرة كان فيه مش عايزة أقول تخنيق من الاحتلال فقط لكنه الخناق زاد كمان من كثير من دول العالم على هذه المنظمة التي تساعد بكل تأكيد العديد من الفلسطينيين أنا عايزك تنقليلي صورة الفلسطينيين على أرض الواقع والترجم هلنا بالكلام اللي أنت قلتيه في حديثك بالأمس في البداية بدي أحكي لك أنه أنا برضو لاجئة فلسطينية في غزة أنت مقيمة فلسطينية لكن أصلا منين في فلسطينية؟ الأصل من مدن محتلة فعليا لكن أهلي هاجروا على غزة نزحوا إلى غزة بالضبط ففي مخيمات في غزة وفي الضفة أيضا فنحن في لاجئين حتى في بلدنا في مخيمات يعني ليس فقط خارج فلسطين في دول العديد من الدول العربية وفي الشتات ولكن الوضع في اللاجئين عموما في داخل فلسطين وفي خارج فلسطين كارثي وأيضا ليس هناك دعم مالي كافي للأونروا لتقدر أنه تستمر وأيضا عدد اللاجئين يزداد باستمرار على مدار السنوات والدعم بدل ما أنه يزيد بقل فالوضع يعني الأونروا محتاج كتير 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 دعم طيب نورهان حب أسألك عن ردود الفعل إن كان ردود الفعل خلال الجلسة بعد كلمتك وأيضا ردود الفعل من المشاركين في المنتدى وردود الفعل من طبعا أهلنا في فلسطين كانت بالنسبة لمسؤولية كتير كبيرة إنه خاصة إن أنا مباثل بلدي فلسطين إن أنا كيف أوصل رسالتي خلال دقيقة ونص يعني أنا كلمتي كانت دقيقة ونص كيف أقدر أجمع وأوصل رسالة معينة عن فلسطين فهي كانت بالنسبة لي كتير مسؤولية كبيرة فالحمد لله يعني إنه مثل هيك منتديات ومثل هيك نماذج بتعطي فرصة لإلنا إنه نحن نعب نوصل صوتنا فدايما مصر بتعطينا الفرصة إنه نوصل الصوت الفلسطين وقضيتنا الفلسطينية وصلك ردود أفعال من فلسطين؟ آآآ بالتأكيد بالتأكيد يعني وصلني كتير من أصحابي ومن اللي شافوا الفيديو مبارح إنه عجبهم البوينت اللي اتكلمت فيها إن أنا ركزت إنه إحنا موضوعنا في نموذج محاكاة عن تأثيرات الكورونا في كل بلد فإنه وضع فلسطين وضع استثنائي إنه كيف في عنا جائحتين جائحة كورونا وجائحة الاحتلال فكيف نحن نتقلق نتغلب على الأوبئة وفي مثل هيك الظروف صعبة طيب نورهان يمكن إحنا في صباح الخير يا مصر كان لنا تجربة مميزة جدا في وقت كان صعب جدا على كل الدول العربية كان زميلنا محمد الشزلي وهدير أبو زيد كانوا موجودين في غزة بعد الاعتداء السافر الأخير يعني ما ينفعش نوصف أي أشكال للي اعتداءه وننعته لكن هو كان اعتداء شديد للأسف شفنا من خلال الصورة لكن أنت قلتي لي إن أنت موجودة في غزة على الهامش أو على الجانب الآخر في قاعة أخرى بالأمس كان فيه جلسة لإعادة الإعمار وقيمة وتحدث فيها الجميع عن إعادة إعمار بعض الدول والمدن التي تعرضت لأزمات فحابب أعرف منك الوضع في خلال الاعتداء الأخير في غزة وصف لنا وصفي للسادة المشاهدين اللي انت شوفتيه بعنيكي وصف لنا بداية التجربة خلينا نقول التعاون ما بين مصر والدول العربية في محاولة لإعادة إعمار ما تم تخريبه في غزة للأسف يعني غزة بن بعد إلى الحرب حرب تلوي حرب يعني الوضع كارثي مثل ما حضرتك وشفته بس الإشي المفرح إنه مصر دائما دائما بتكون مساندة للقضية الفلسطينية يعني من أوائل الناس اللي ساعدت في تجاوز المحنة الوضع في غزة يعني كارثي جداً لإنه البنية التحتية تدمرت بالفعل فهي محتاجة إعادة إعمارها من جديد وأيضاً إعادة تأهيل نفسي أيضاً للسكان هناك يعني أنا مثلاً على تجربتي الشخصية أنا إلي كتير من قرأي بيتوفوا يعني بنت خالتي وزوجها وولاد الأربع الأطفال توفوا وهم ما إلهم أي علاقة بأي شيء سياسي يعني سكان عاديين عايشين مواطنين 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 ف للأسف الاحتلال لا يفرق ما بين مواطن عادي أو أي أحد تاني يعني هو الأسف يعني هناك الوضع كتير 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 سيء فبحاجة للمساندة وللمساعدة وبحاجة إلى النظر مرة أخرى وأيضاً للعمل والدعم الكافلة إليهم نورهين ردك إيه على يعني البعض اللي بيزايد على دور مصر تجاه القضايا الفلسطينية لا أبداً ما حدا بيقدر يزايد يعني مصر من قبل يعني الاحتلال ومن قبل أي حدا يجع على فلسطين نحن علاقاتنا نحن ومصر تاريخية وأيضاً عنا علاقات أيضاً دم يعني ما بيننا وبين مصر بالعكس مصر من أوائل الناس اللي بتكون مساندة للقضية الفلسطينية وبالدليل في أي حرب في أي شيء هي اللي بتكون الوسيط يعني دائماً بيقول الوسيطة المصري في وقف أي انتهاكات في وقف أي شيء بيحصل بالعكس مصر يعني دائماً داعمة للقضية طيب أنا يعني حابب أخرج معاك من الأزمة وهي أزمة ممتدة على مدار سنين ويعني إن شاء الله تصل لحل يعني إن شاء الله إن شاء الله إن بارح أنت كنت يا حضرة وأكيد كنت موجودة في التحضيرات السابقة عايز أعرف منك كمواطنة غير مصرية فلسطينية مشاركة آتية من خارج الحدود المصرية موجودة في شرم الشيخ وحضرتي منتدة وصف لنا هذه التجربة إيه أهم الحاجات اللي لفتت نظرك إيه الحاجات اللي استغربتيها أولاً أنا هاي بالنسبة لي تالت مرة في المنتدة فالمنتدة باعتباره أنا بيتي فببقى فخورة جداً كيف ساني عن سنة فيه تطور وفيه إله كل ساني بيبقى رونق الخاص يعني بصراحة هاي المرة بجائحة كورونا كيف مصر تحدث الكورونا كيف تجاوزنا الصعب مع بعض يعني من أول لحظة وصول المطار كيف أنا لحد هلأ عاملة كتير بي سيار لحد الآن كلنا والله لحد الآن كيف الإجراءات الاحترازية من ساعة وصولنا من المطار للأوتال لنوصل على المؤتمر لحد ما نوصل في الجلسات من جوة يعني step by step كيف أنه بيبقى فيه يعني إجراءات احترازية غير أيضاً أنه فيه تنوع في الجلسات تنوع فيه كل مرة بيبقى الموضوع مختلف وغير أيضاً كمان الشباب اللي بيجوا من مختلف العالم هاي فرصة كتير كبيرة لكل حدا بنعبر عن أفكارنا بنعبر عن متبادل كيف متبادل الثقافات يعني كنا مثل يعني بقول دايماً إنه هالمؤتمر بيجمع العالم كله في مكان واحد بالضبط طيب نورهين يعني إنتي سألنا حالاً إنه دي تلت مرة ليكي في منتدى شباب العالم إحنا نهارده في النسخة الرابعة يعني أنتي كنتي موجودة بداية من النسخة الثانية للمنتدى الأولى والثانية الأولى والثانية طيب إنتي إزاي أصلاً جات لفكرة أنت تشاركي في المنتدى ويمكن المرات دي قلت لنا إنه إنتي شاركتي أو اختارتي إن إنتي تسجيلي في جلسة نموذج المحاكاة قبل كده كنتي مشاركة في إيه وإيه اللي خلاكي تتشجعي إن إنتي تشاركي في منتدى شباب العالم أول مرة كان كحضور فقط وثانية مرة كان كحضور في نموذج محاكاة القمة العربية الإفريقية فهي المرة أنا حسيت لأ أنا بدي أشارك يعني أشارك أشارك يعني بدي أشتغل بدي أكون مع الشباب نكتب شيء نعمل شيء يعني نعمل إنجاز مع بعض أوكي أنا بستفيد جدا كحضور إن أنا بحضر الجلسات وبتعرف على ناس جديدة في تبادل الثقافات وتبادل الموضوعات وما إلى ذلك بس هاي المرة كانت مختلفة بالنسبة لي إن أنا لأ شاركت شاركت دولة فلسطين وغير في شيء يعني أنا بحس إنه نموذج المحاكاة قمة عربية إفريقية أو مجلس حقوق إنسان بأهل الشباب مستقبلا يعني بحسوا إنه تدريب عملي أهلهم إنه يمثلوا بلدهم دبلوماسيا في المحافلة الدولية عظيم نورهان في الآخر حابب إن أنا سيبلك مجال لو أنت حابة توجه رسالة لأي شخص كان أو لأي مؤسسة يعني أنت معاك الكاميرا والمايك تفضل أولا أنا بشكر مصر اللي دايما حاطنا شعوب العالم ومعطي فلسطين الفرصة إنه توصل صوتها في كل كل لحظة فرصة إنه نوصل صوتنا فأنا بشكر جدا يعني إنه بتشرف إن أنا أكون متواجدة في هالمكان وبتشرف أيضا إنه مثل هيك حدث عالمي يقام على أرض عربية مثل مصر وأيضا بدي أحكي إنه سيادة الرئيس محمود عباس أيضا بيشارك في المؤتمر في المنتدى للمرة الرابعة فهذا بيعطينا نحن للشباب حافز كتير كبير إنه أيضا إنه نتشجع إنه مثل هيك مؤتمرات نشارك فيها نوصل صوت الشباب الفلسطيني إنه فلسطين موجودة نحن حضرين نحن عنا شي نعطيه وبرضه إنه بدنا نستفيد ونفيد بعض فأنا بتمنى مزيد من النجاح وإن شاء الله دايما مصر من أعلى ومن أعلى وإن شاء الله يعني مستقبل أن يبال إلنا كمان منتدى عالم يقام في فلسطين إن شاء الله بإذن الله طبعا درهان المسارع ومثلة فلسطين في جلسة محاكاة حقوق الإنسان الدولي حسن نشكرك شكرا جزيلا منورانا في مصر طبعا بلدك التاني وبإذن الله إن شاء الله يعني فلسطين تشهد انفراجة قريبة بإذن الله بنشكرك شكرا جزيلا